لو كنا بنتكلم على مين الهابط من الدور الممتازة أعتقد بجانب أفسي مصر وطنطا يمكن اقتراب حرص الحدود من الهبوط كمان عايزين نعرف مين اللي جاي يعني الموسم اللي جاي النهاردة كان مباراة مهمة جدا ما بين غزل المحلة ومركز شباب بيلا 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 تأجل طبعا صعود الفريق غزل المحلة للإسبوع الجاي يعني خلاص هيبقى فيه رغم النهاردة فوزه 2-2-1 لكن المنافسة بقت شديدة جدا ما بينه وما بين فرقه وطبعا المباراة زي ما بقولك غزل المحلة فرق نقطتين والمباراة اللي جاي عنده مباراة حاسمة له حتى تعادل فيها لأن فرق الأهداف لصالح كمان غزل المحلة أعتقد غزل المحلة يعني نقدر نقول حط قدم على الصعود للدوري الممتاز وده حاجة تسعيدنا بصراحة مع احترامنا كل الأندية لكن لما يكون غزل المحلة موجود من الأندية الشعبية من الأندية كمان العريقة في قرط القدم والدوري المصري لما يكون غزل المحلة موجود في الدوري المصري الموسم اللي جاي ده شيء يزيد من قيمة وفاليو الدوري المصري نتمنى طبعا التوفيق لكن لسه مباراة واحدة تفصل غزل المحلة عن الصعود للدوري الممتاز